أصدقائي مرحبا بكم هذه النباتات وغيرها تموت وتدبل وأكيد أنك تعاني من نفس المشكل وما يجب أن تعرفه هو أن السبب التربة والماء التربة أصدقائي في بلادنا العربية قاعدية ويصعب على أغلب النباتات النمو فيها بشكل سليم المياه التي نروي بها مالح والملوحة العدو الأول للنبات اليوم جئتكم بالحل السحري والواقعي والعلمي والرخيص الثمن والذي إذا استعملته صدقني لن تجد أي مشاكل أبدا مع نباتاتك كلها والحل هو هذا المسحوق الأبيض وهو متوفر بكثرة في المشاتر والصيدليات الزراعية هذا المسحوق مخصب طبيعي للتربة وأهم خاصية فيه تجعلك مطالبا ولست مخيرا مطالبا بشرائه واستعماله لنباتاتك وهي أنه يحول التربة المالحة لتربة زراعية ومصدر قوي ورخيص لعنصر الكبريتة أتحدث طبعا عن الجير الزراعي وسنرى آخر الحلقة الفرق بينه وبين جبس البناء إذن طريقة استعمال كبريتات الكالسيوم أو الجبس الزراعي سهلة فلكل واحد متر مربع نستعمل واحد كيلوغرام من الجبس الزراعي والطريقة كما تشاهدون جد سهلة أصدقائي الجبس الزراعي غني جدا بالكبريت والكالسيوم ويبكي الملوحة بعيدة عن جذور النبات إذن أول شيء هو تقليب التربة جيدا بعدها ننطر الجبس فوق التربة ونخلطها جيدا بالجبس وعند الانتهاء نروي مباشرة ليبدأ الجبس في التخلص من الأملاح الموجودة والذائبة في التربة وسيعمل على تخفيض قاعديتها وهذا صديقي سيجعل نبتتك تنمو بشكل جيد وسليم لا ننسى أيضا أن الجبس الزراعي مصدر قوي للكالسيوم والكبريت وهما جد مهمان للنبات بهذه الطريقة أصدقائي سنكون قد قدمنا خدمة كبيرة لنبتتنا سنحفزها على التزهير وعلى الإثماء وسوف نزيد من إنتاج المحاصيل يمكنك إضافة الأسمدة العضوية أو الكيميائية مع الجبس لنزيد من خصوبة التربة ونحسن خواصها أخي الكريم أخت الكريمة سواء كنت تزرع في البلكونة أو على السطح أو كانت لديك حديقة منزلية فصدقني الجبس الزراعي جد مهم وجد ضروري حتى تتمتع بنباتات قوية وسليمة أما الفرق بين الجبس الزراعي وجبس البناء فالأمر جد سهل الجبس الزراعي هو جبس طبيعي خام أما جبس البناء فهو الجبس الطبيعي الخام لكن مر بالتكسير والغربلة والغسل والتسخين في درجة حرارة عالية حتى يصبح قابل للتصلب عند خلطه بالماء قبل أن تغادر أعلق بنعم إذا كنت مقتنعا وكنت تستفيد من قناة بذرة أو أكتب أي ملاحظة يمكن أن تفيد قناتك الزراعية بذرة أخوكم توفيق يحييكم وإلى الملتقى